السلام عليكم اليوم بوريكم التوريس شوكف كان منظرها الخايس هذا اتحول الى المنظر الجميل هذا ما شاء الله في البداية اصلا السيارة كان الصدام الامامي مقشع في نوع من الغرى القديم بسبب صاحب اللي قبل كان حاط حماية فعدمت الوجهية من ناحية الصدام والاصطبات الامامية صفرت فكان لابد اني بشكل عام انظف الوجهية قلت ليش ما كمان اغيرها بشكل جذري اني اجيب شبك مخرم اسود اللي هو متعارف انه دائما حق توريس شو على الموديلات اللي هي 2013 فوق يجي من الوكالة لكن 2010 الموديل اللي عندي ما ادري ليه حاطين شبك ستاندرد ومدري شبك خايس الزبدة ما عليها من ستاندرد ولا لا شبك سيلفر ليش شكله عادي ما يبين انها سيارة تون تيربو او سيارة رياضية نوعا ما يعنيها انا قررت اني اغير الشكل غصبا عنهم يعني ومرة واحدة شايفين الفتحة هذي ضبط لي الصدام رشه كامل بالنسبة لاستكارات الشو اللي فوق في الكبوت يعني وصراحة الواحد يتهور كذا لكن ما عليكم انت يعني لازم الروح الرياضية فعلى طول اول ما بديت فيه هو شبك رحت اي بيل لقيت كذا نوع فيه انواع ترهيم انت تتضبطها بنفسك مدري اخذت هذا النوع اللي قدامكم رشيته اسود هو كان اسود عادي بس رشيته اسود لامع مع الشبكة السفلي حق الوكالة اللي من اول رشيته برضه عشان يطلع لون واحد لانه كان مختلف ترى وكان خايص بس ما صورته فلما رشيته ما شاء الله طلع بهذا الشكل الجميل لكن لو تلاحظوا انه فيه غلط فيه شي غريب كذا اللي هي الاصطبات مصفرة حاولت لمعه كذا مرة برا وجوه لاني فكيت الشمعة اصلا وركبت عدسات هلا فايف بس اني ما صورت هلا اسف لكن عموما حاولوا ينظفها ما قدروا فهذه النتيجة النهائية منظر تحسوا فيه شي غريب انه في الوسط مرة يلمع بس في الاطراف مصفر شوية فنعم هذا اللي سويته في محل تفصل قزازة على الاصطب حقك ما يحتاج تشتري الاصطب كامل الاصطبات السليمة ما فيها شي فبالنار شغل كويس صراح وسعر ارخص بكثير من انك تشتري الاصطب كامل طبعا مرة واحدة قلت له يكحلي الطرف حق النيكل هذا اللي جاي في الطرف الاصطب لون اسود مطفي طلع ما شاء الله الاختيار جدا ممتاز اللي حاب يكحلها بس كحل الاطراف لا تكحل الداخلية يعني هذي وجهة نظري لانه لو كان كله اسود مدري بيكون شي غريب شي فاخر من الاخر يعني خصوصا في الليل يعني منظرها في النهار يعني حلو باسمه زي منظرها في الليل في قديش نظافة الاصطبات اختلفت بمنظر السيارة اول كان في شي غريب لكن ذي حين اختفز الشي الغريب اللي في الاطراف مع الشبك كذا يصار كله لون موحد بالنسبة لأضاءات العدسات الهيلو فايف هذه قدامكم بعد تغيير الاقزازة فرق كثير في اضاءة النور كان اولا الصفار يعني اضاعف من الكات اوف خصوصا لاحظوا كيف لونه ازرق حاد جاي هذه بعض التجارب للتكشيح بما انه يعني مدري مقطع واحد فقلت لش ما تشوفوا كلكم في بعض المحاولات الفاش اللي صراحة الفاضي الشاشة الداخلية مصفرة معروفة في موديلي ذا كل شاشاتهم تصفر مدري لي المهم جاتني فكرة فراسي كذا من حسة التربية الفنية في الابتدائي انه الاصفر يصير عن طريقة لونين احمر واخضر فبما انه اللون اصفر فيحتاج اللون الازرق لانه الازرق والاخضر والاحمر يكمل اللون الابيض فقلت اوكي شاشة صفراء عادي حط عليها تجليد ازرق راح يجيب اللون الثالث مرة ثانية ويعيد الشاشة الى الحياة وترجع بيضا فللانسف على الفاضي ما استفدت هذه تنفع اذا كان الوان حقيقية كلهم تجليد لكن هنا بيكسلات محروقة او في مشكلة بيكسل الشاشة راح فيها اللون الازرق يتوقع فلازم توقع انك تغير الشاشة الاخيرة بس معني مهتم كويس انهم حطين اصلا زر تطفي الشاشة فالضاءة اصلا مزعجة كذا ولكذا ففي الخطوط الزر هذي يفك ازمة بس هذا كل شي تحديث بسيط للقناة لاني ما نزلت من اسبوع شي تقريبا او اسبوعين اتوقع ان شاء الله بحاول اسئلكم مقطع عن وين وصلت بالبرمجة الى اخيري لانه بعض المشاكل واجهتني قاعد اضبط قاعد اصوي ارفع بوست الاخري لكن ضبطتكم بدوسة كذا على السريع ما ادري كيف جاتي عفوية ترى حتى تلقطت بالداش كام كانت بتروح كنت تمشي معي واحد من الشباب وفي الشارع كذا جارعي بورش مدروش عدينا من جنبه كالشحلي لفينا في اليوتيرن وداعس هو طبعا كان قدامي وشوف القيم يا الحبيب وشوف المقص قاعد دونس تان مولا كاااااا